مساء الخير مشاهدين الكرام نقدم لكم إحاطة موجزة لأهم الأنباء ونستهلها بالعناوين عصابات الأسد تجدد استهدافها للمدنيين داخل بلدة البارة في جبل الزاوية سقوط جرحا في صفوف عصابات الأسد بقصف للفتح المبين غرب حلب نزوح الأهالي من جنوب مدينة طفص بعد تمركز عصابات الأسد بالقرب من المدينة أكثر من ثلاثين شهدان بعضهم أطفال قضوا بقصف الكيان الصهيوني لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي تستمر عصابات الأسد باستهداف منازل الأهالي في بلدة البارة بجبل الزاوية جنوب إذلب حيث استهدفت اليوم بقذائف الهون والأرجي سيه الأطراف الجنوبية للبلدة مخلفة أظهر مادية في الممتلكات في حين تسبب القصف الذي طال وسط البلدة يوم أمس بإصابة مرأة بجروح ودمار في منزلها سقط عدد من الجرح في صفوف عصابات الأسد بقصف للفتح المبين بقذائف الهون طال تجمعا لهم في محور قرية بصراطون بريف حلب الغربي وهو الاستهداف الثاني من في ذات المنطقة خلال 24 ساعة الماضية ويأتي ذلك ردا على التصعيد الذي شنته العصابات على مناطق الأهالي غرب حلب في الأيام القليلة الماضية سيطرت ميليشيات الأسد على نقطة السد المهجور وبعض الأراضي الزراعية جنوب مدينة طفس وقطعت الطريق الزراعي الواصل بين المدينة وبلدة اليادودة بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الثوار والميليشيات ما أدى لوقوع قتلى وجرح في صفوف الأخيرة مما أجبر بعض الأهالي للنزوح بعد أن أصبحوا تحت مرمى نيراني الميليشيات وزارة الصحة في غزة توثق استشاد واحد وثلاثين شخصا من الأهالي بينهم ستة أطفال وأربعة نساء وإصابة أكثر من مائتين وخمسة وستين جريحا منذ بداية الغارات الصهيونية على القطاع وكانت عدسات الناشطين قد وثقت لحظة سقوط الصواريخ على المباني السكنية وعملت فرق الدفاع المدني على انتشال الجثث من تحت الأنقاض ولا زالت الغارات مستمرة على القطاع إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الإحاطة نترككم في أمان الله